انعقد في بيت الحجاج التابع لكنيسة القديس جوارجيوس للروم الأرثوذكس في معدبة مخيموا ريادة بمشاركة 90 شاباً وشابة من مختلف محافظات المملكة تضمنت فعاليات المخيم ورشة عمل تعرف فيها المشاركون على أهمية اللعب وتقنياته وأنواعه كما ألقيت في المخيم محاضرة حول مهارات الاتصال والتواصل ودار حوار مفتوح مع قدس الإرشمندريت أثناسيوس تركز حول أهمية برنامج ريادة في حياة خدام مدارس الأحد والشبيبة كما أقام المخيم ورشة تعرف للمشاركين اكتسبوا من خلالها تطبيقات عملية لأنشطة تتعلق بالتعارف وطرق التواصل فيما بينهم وتبارك المشاركون بزيارة سيادة المطران خريستوفورس للمخيم بصحبة عدد من الأباء الكهنة حيث تحدث سيادته للمشاركين حول البعد الكنسي لبرنامج ريادة وأهميته في حياة الشبيبة وخدام مدارس الأحد وأهمية الالتزام كذلك بالبرنامج بما يعود بالنفع عليهم وعلى الكنيسة والمجتمع اشتركوا في القناة